لو بتدوروا على حاجة عشان تنظف الكبد تعال اقول لكم على اهم سبع اطعمة بتوزيل السموم من الكبد يلا عملولوا لايك وسبسكرايب للقناة ونبدأ الفيديو على طول لازم نبقى عارفين في البداية ان الكبد مسؤول عن وظائف كتيرة جدا في الجسم كمان بيقدر انه يتحكم في التخلص من السموم عشان كده بنبدأ ان احنا نتناول مجموعة من الاطعمة بتحت وعلى مضادات الاكسدة هي اللي بتقدر ان هي تساعده على التخلص من السموم الدر اشهر الاطعمة دي اول حاجة البنجر وطبعا البنجر غاني بمضادات الاكسدة اللي عن طريقها بتمنع اي اكسدة بتحصل للجسم وبالتالي بتساعد على ازالة السموم والتاني نوع من الاطعمة هي الخضروات الصليبية او ما تسمى بالكرومبية دي اشهرها الكرومب والبروكلي والارنبي الادافة كمان لتناول الفجل والجردير في نظام الغذائي ودي عن طريقها بيتم تحسين مستويات انزيمات الكبد اما تلات نوع عندنا وهو التوم وطبعا بيكون غاني بمضادات الاكسدة والاملاح المعدنية والفايتامينات ومن اشهر المركبات اللي بيحتوي عليها الالايسين والسلينيوم فالالايسين مشهور ان هو كمضاد اكسدة قوي جدا ومضاد للفطريات وكمان عن طريق السلينيوم بيقدر ان هو كمضاد اكسدة يعمل على ازالة السموم من الكبد اما رابع نوع عندنا هو الافوكيدو وده بيكون غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية اللي عن طريقها بتحسن من وظيف الكبد خمس نوع من الأطامة وهو المشروع الدراسات اللي أجريت عليه أثبتت ان هو بيحتوي على مضادات أكساد ومضادات الالتهابات اللي عن طريقها بتقدر ان هي تخفف من مرض الكبد الدهني الغير كحولي السادس نوع وهو الكركم وده من الأعشاب القوية اللي بتحتوي على مادة الكركمين وده عن طريقها بتساعد على إزالة السموم من الكبد أما سابع نوع والأخير هو زيت الزيتون البكر وده بيحتوي على مركبات مفيدة للكبد بتمنع تلايفه وبالتالي بتمنع تضخم الكبد بالإضافة لمنع بيروكسايد الدمون يلا مستني إيه؟ ابدأ ديف أنواع الأطعمة دي في نظامك الغذائي بشكل يومي عشان تقدر تعمل على تنظيف الكبد من السموم وما تنساش تدعمني بلايك وشير واشوفك الفيديو الجاي